حذر الحرس التوري الإيراني الاتحاد الأوروبي من ارتكاب ما وصفه بخطأ دراجه على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية مهددا الأوروبيين بتحمل عواقب مثل هذا القرار وكان البرلمان الأوروبي دعا لفرض عقوبات على الحرس التوري الإيراني على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلاد وقمع السلطات العنيف لها إضافة إلى اتهام الغرب لطيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمسكان مصادرة الحرس التوري لسفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج حسب ما أفدت وكالة إيران انترناشنال أدى واحتجز الحرس التوري عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج ترجمة نانسي قنقر